ورجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل مع ملك المطبخ الشيخ محمود سعد والأستاذة مونة عبدالغني مش عبدالغني مناورينا الدنيا ومع أكلة العظماء أنا باعتبر أن البصارة دي أكلة العظماء عظيمة يا باب والله العظيم أنت منورة المطبخ ومنورة البرنامج لنوركم وبسلم عليكي طبعاً وبسلم على الدكتورة الجميلة مونة عبدالغني وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في مطبخ الستات ما عرفوش يكذبو صلطة بطاطس بس موضوع مختلف عامل صلطة بطاطس النهاردة بس موضوع مختلف قوي نازم تبقى مختلفة الاختلاف اللي فيها هي بره بيعملوا صلطة بطاطس حلوة قوي في ألمانيا وبيسموا البطاطس كارتوفل فهم بعملوا صلطة بطاطس بيسلقوها بس لهم طريقة في التدبيلة حلوة قوي يحطوا فيها بصل ويحطوا فيها مرأة وبيسيبوها ساعتين عشان يأكلوا منها ليها تدبيلة وخل وبقدونس وبصل موضوع كبير يوم نباتي صحي وكمان بقى المفاجأة احنا قلنا مبارح ان احنا نعمل نهاردة بصارة على أصولها مع شوق عيش بلدي ويا سلام لو في حبيتين طماطم كده هنقطعهم ونعملهم بالكمون والخل موضوع كبير بصل بصل أحمر فيه بصلها حمرة هي شايلينها في التلاجة يلا بينا نقول مقدير أول وصفة معنا على الهواء هي ربع كيلو من الفول الماتشوش بحتاج ربطة بقدونس وشبت وكزبرة خضرة أربع فصوص طوم رشة ملح ومعلقة كمون ومعلقة من الكزبرة النشفة بحتاج معلقة ويهو الثلاث بصوات الصغيرين دول يكونوا مفرومين مععود نعناع أخضر بيفرق جدا وفيه ناس ما بتحبش تحط النعناع وبيحطوا معلقة ملوخية نشفة في البصارة وده سر من أسرارها معلقتين زيت عيش بلدي شبصل أحمر والخلى اللابيض والطمطمية عشان ناكل موضوع الملوخية أعرف أن أنا أول مرة أسمعوا منه الملوخية النشفة لا لا ده فيه بيوت كثير جدا جدا في مصر بيحطوا معلقة الملوخية النشفة على البصارة لون أخضر حلوة ولا وبتعمل ريحة حلوة وعرق حلوة الملوخية النشفة دي مبتجيش غير من أسوان من الجنوب بتاعنا الحلوة أجيبها منين ملوقة من القاهرة لا إنتي هنا هتجيبي ربطة ملوخية خضرة موجودة اسمعيني بس آه هتجيبي ربطة ملوخية زي النعناع زي النعناع بزر وتفرقها وتفرقها بس من غير الأيدان عشان ما يبقاش فيها عروق كتير صح ماشي؟ صح طيب إحنا بنعمل إيه؟ بيه بنحط دي كده أهو قدي الفول المتشوش بتاعنا ده بننقعه من قبلها بشوية ونخسله غسلة حلوة مش يوم ولا حاجة لا مش يوم يعني ساعتين حلوين قبل وقال لك على حاجة الفول ما تشوش كمان من الحاجات اللي لما بتتسلق تستوي على طول فوقتها بتستوي على طول بس الحلوة ان احنا ننقعها لانه من البقول المجفف احنا بنتخلص من جزء كبير جدا من المرارة من الحاجات المعقدة اللي جوه صح صح زي اللوبيا والفاسوليا بالضبط هي عبارة عن إيه البقول اللي بقول دي عبارة عن حاجة اتجففت ففقدت الحياة المية لما بتتنقع فيها بترجع للحياة من قول وجديد وترجع تنبت من قول وجديد فتتخلص من كل الحاجات المعقدة اللي فيها اللي ممكن تتعبنا وبترجع تاني زي عارفة مش بيقولوا الفول النابت فيه شفا جدا صح ليه بقى لانه نبت ايوا فتخلص من كل الحاجات السيئة اللي فيه ورجع للحياة من قول وجديد بفوايد موضوع كبير كبير يعني عايز اقول لكم احنا متعذبين من اول الحلقة واحنا عالترابيزة لقيقة الخضروات تجنن او الله هي الخضروات بقى اللعبة كلها في الخضروات احنا بنشغل النار بالفول المتشوش بنحط عليه شوية المية ودي شوية الشبت الحلوين بخلي بقية الشبت اضرب به الوصفة حط ورقتين نعناع بضرب به الوصفة بتاعتنا بعد ما تخلص ورقتين نعناع مش كتير لان في الاخر هتقلب معاك ايه تبولة يعني لو كترتي نعناعها صح والبصل بصل عادي وبصل اخدر بصل اخدر وانا بجيب بحط بصلايا مفرومة بحب بصلايا مفرومة عشان تدي طعم الاكل احنا كده كده بنضربها وضربة سريع ادي البصلتين ثلاثة هم شايفة ازاي وكمان معلقة من الطوم المفروم وبصي بقى رشة ملح ورشة صغيرة من الكوزبرة ورشة صغيرة جدا عشان ما اتمررش من الكوزبرة خضرة او لا لا احنا احطين دي ودي ايه اه لتنين معاك بالضبط انا مش هنا اخوة بالصايمة ولا ايه واول ما تاخد غلوة اه نحط الملوخية يعني ما نحطش الملوخية دلوقتي اول ما تاخد غلوة نحط الملوخية النشفة مهمة اوي ان احنا نكون منعامنها ونخلنها من اي شوائب فيها بصوا هي كده لسه ما تنعمتش بصوا مجرد انا حط شوية على كاف في ايدي وابدأ تدفيرك فرق ايدي وابدأ تدفيرك فرق حلوة كده بصوا ازاي ما بعمل مع المعنية على حل الكوسة يا سلام عليك اه الكوسة صح صح يا سلام انا عايز اقولك على سر الخطير انا ساعت بدمس الفول المتشوش كفول بدل الفول السليم لعشان بابايا بيحبه مصفة اوه في نفس الطريقة بتمس بالفول المتشوش يابقى حلو اوي وبنفس الطريقة بيبقى نص فول متشوش ونص عتس بيبقى حلو اكتر وجربي بقى لما يبقى نص فول مدمس ونص حمص مع بعض الليبناني دبقى اللي اتنين مع بعض يعني الشامي هم بيعملوا بيدمسوا الفول ولما يجوا يقدموا الطبق ويحطوا على وش صحن الفول حمص وزيت زتون وعصير لمون كتير لا انت هتسويه مع بعض بس يكون انا بدمسهم مع بعض دول برده فكرة من الافكار الحالة منقوع لمدة ليلة كاملة زيه زي الفول المدمس بتاعنا وياخد غلوة واحده برده بالضبط كده اول ما دي بتغلي غلوة حلوة انا كامون والكزبارة والخضرة والملح والبصل وكل حاجة بعمل ايه بقى؟ ايه دي الوصفة بتاعتنا بعد ما الكلام ده كله اتهمك واتهارة مع بعضه والراحة الحلوة بتاعته طلقت بس لونه غامق لانه تغالى كتير عالنار فانا بحوج بقية الخضرة احطها كده البقدونس مع الشبت مع الكزبارة وبصوا ازاي بتحافز على اللون والريحة الحلوة هتديروا بقى الخضار ازاي ده؟ ايوا برافو عليكي برافو عليكي سندريلا معايا في المطبخ اه شوفوا لابسالك اين عالتا؟ هتديروا برافو عليكي برافو عليكي هتديروا برافو عليكي هتديروا برافو عليكي كده؟ طب اللي ما عندهو برافو عليكي خلاص خلاص هو هو بس الفكرة في ايه بقى؟ اه الفكرة في ان انت طريقة النعف خاني اخلي دي كده عشان تصعى تصعى من البصارة والتعمية الفكرة ان انت الفول المتشوش هنا احنا سلقناه في الطعمية احنا نقعناه لحد مطاري وفي الاخر هو ناي لسه مازل ناي فاحنا بنيقليها بعد كده كان جالنا سؤال قبل كده ليه الطعمية شفنا حمول بتشرب مننا زيت بتشرب منكو زيت عشان بتكتروا خضرة يه الخضرة الكتير تخلي الموضوع يشرب معاكو زيت طب احنا عايزنا خضرة يعني مثلا نص كيلو فول ما تشوش ربطة واحدة جمع ما بين عودين بقدونس عودين الشبت كمان بيخليها تغمق الشبت الكتير عود واحد شبت عودين بقدونس كام عودكو مصبرة خضرة بيخلي ريحة الطعمية حلوة والباقي كله كرات يعني ربطة مشكلة ونفس الموضوع فص طوم صغير وبصلاية صغيرة ما تكتروش من البصل والطوم لان البصل والطوم نفس الموضوع ما نحطش ملح وفلفل او توابل الى لما نيجي نحمر ليه؟ عشان ما تسودش برضو يعني تعبي ما رحش هضر تعبي ندوق بقى عايزين ندوق الطعمية طيب نعملها يارض نفسنا عايزين طعمية وفول نابت طيب ده ده شكل البصارة بعد ما اتضربت في الخلاط بحب اعمل حاجة بقى لما بحمر البصلاية بتاعة البصارة معها في الزيت بحب بحط معلقة من الزيت بتاع البصارة من زيت البصلاية اللي اللي اتحمرت وحط شوية كزبرة نشفة على وفص طوم عليها وهي بتتحمر فبتدي ريحة وبتدي طعم حلو والزيت ده اه بحط منه معلقة جوه البصارة تعالي نقول بسرعة عشان الوقت ما يسرقناش مقدير سلطة البطاطس العظيمة اللي احنا عاملنا النهاردة محتاج نص كيلو بطاطس تكون متأشرة ومسلوقة معلقتين من البصل المفروم ومعلقتين خل ومعلقة مستردة وربع كباية من المرأة مرأة لحمة مرأة فراخ مرأة خضار المهم ان هي تبقى مرأة مركزة كده وحلوة مع رشة ملح ورشة فلفل وشوية بقدونس مفرومين المقدير هتنزل على الشاشة حالا يبقى المقدير معانا اهيه مكعبات البطاطس وربع كباية مرأة بصلاية مفرومة البقدونس وملح وفلفل ومستردة وشوية خاصة للتقديم كويس هنا ادي البطاطس اهيه كل اللي احنا بنعمله نحط عليها وهي سخنة نحط عليها معلقة من البصل المفروم كده وفي التوقيت ده نحط شوية المرأة دول كده على البطاطس مع شوية البقدونس وكمان معلقة من المستردة دي بلدها ايه محمود قلتنا بتتعمل في المانيا بطريقة مختلفة شو بيستخدموا عدان البصل الاخضر انا بحط بصلها بيضة بيستخدموا مرأة انا بستخدم مرأة النباتي افضل بيستخدموا المستردة كتير شوية انا بستخدم اي نوع مستردة معلقة صغيرة والتدبيلة بتاعتنا نحط شوية ملح وفلفل روحها الماني وتطبيق مصري بس الاخر اريد انصحك نصيحة انا لازم نحط الطاشر بتاعنا لازم انا اريد انصحك نصيحة بس ان انت بعد ما عملت التفاصيل الحلوة الصغيرة تحط معلقة خل الابيض وممكن تحط معلقة زيت وممكن لا كده وتديها تقليبة النصيحة اللي انا اريد انصحها لي ان المرأة دافية والبطاطس دافية وتسبيها شوية تشرب من التدبيلة الحلوة دي فيكون ده الشكل بتاعها هنا عارف يا شف محمود تفكرنا بصطة البطاطس المصري العادية اللي هي البطاطس مهروسة وبقدونس وجوم و لو حطيتي تونة تبقى نسواز و كامو بس النسواز بقى الروسي اللي هي بالمايونيز و بالمثلق ماشي بس النسواز خلوة تكشف لحمود أبو حبيبا نسواس غلط أنا قلت غلط لا بيبقى فيها بطاطس وفاسوليا وضعاطم وبيد مسلوء وموضوع كبير قوي خدي بقى الهدية عالم السلطات يا جماعة عالم لا ينتهي وعاوز حد عنده شغف كده ويحبها ويقعد ينوع وأكتر أكل صحي وطباق البصرة فيه وردة على الصفرة أنسى البصل مع شوية الكوزبرة النشفة كده طبعا ايوة ايوة كده بصي شوية حلوين كده لأ سمسم على البصرة اه لأ هتبقى طعمية سعين نسيت بالطعمية هي اللي بتتحطي اطلع مني كمون انت سمسم على البصرة صعب بصوا بقى العيش مهما تعمل في أي بلد على راسي وكل حاجة لا يقع العيش البلدي لا يقع العيش مع العيش قايز المحمود بقى بالحبة البركة يجنم والله الفكرة كلها إن احنا في الفترات الأخيرة دي احنا عايزين نخبس كتير ونطلع خيارات حلوة يعني من البيت بالدقيق وبالبساطة نشغل المطبخ ونشغل الدولاب يعني دائما نبقى عندنا ايه تفكير اقتصادي لذيذ في البيت بسات في المطبخ تسلم ايديك وردة حبنا هي والله ايه دا تكشف محمود تتفلت حيث الله يسلمك يا رب تسلم ايديك يا قصة زمونا بوجودك وان شاء الله النهاردة احنا كده وصلنا خلاص نهاية حلقتنا بكرة ان شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة وخير كتير وجديد ابشيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة